اشتركوا في القناة والمدرية الفنية أمام حق حقيقي واقتبار حقيقي لماذا؟ في اختيار مدربي الفئات الشبانية هل ستعتمد هيئة مصطفى بسكري على الكفاءة؟ وهل ستأخذ بعين الاعتبار اللائم السابق الذي يحمل الشهادات والذي له الكاريزما وبإمكانها أن يؤثر تتأثير الإيجابي على الأطفال وعلى شبان المنتخبات الوطنية؟ سنتحدث عن الخيارات واختيارات اللائبين في الفئات الشبانية سنتوقف عند البطولة في الفئات الشبانية التي انطلقت متأخرة ولماذا مدربي الفئات الشبانية لا يستعينون بلائبي وفاق ستيب شابب التصورة، شابب قسنطينا، مولودية طهران، ساري غريزان اتحاد حراش، مولودية جزائر وهكذا الدوليكا ونتوقف الحديث عن عقد الشراكة، سبونسوريك، بين شركة سولاتراكا والفاف لمدة سنتين تقريبا بمبلغ 40 مليار لكل المنتخبات الوطنية والحديث أيضا عن شبيبة القبائل التي ستكون على مؤيد غدا مع مباراة هامة من أجل وضع قدم في الدورة الربع النهائي والتفرغ نهائيا للبطولة الوطنية إضافة إلى موضوع متعلق بسونالغاس ووفاق ستيفة وأيضا الموبينيس وشبيبة القبائل ومواضيع أخرى متفرقة ومتنوية لحديث عن كل هذا أتشرف باستضافة لأب الدولي السابق واحد نجوم الكرة ستيفية طبعا التاريخ هو الذي يتحدث وليس كامل مهدي يبقى هذا الاسم مرتبط بستيف كمدينة وبلونطون طبعا كفريق ريدا ماتام أهلا بك شكرا تلبيت الدول حضور معنا السلام عليكم وعلى الحضور وعلى المتفرجين الكرام شكرا لك ريدا ماتام أيضا إلامي ونقد رياضي معروف في جرائته وليخشى في قول الحق لو ما تلائم وأيضا لا يميل لأي جهة ولا يعمل بالأجندات لذلك بقية منعزلة في السنوات الأخيرة مصطفى وعيل أيضا سعيدا يكون متوجد معي هو أيضا رئيس تحليل جريدة انفو سبور المختصة في المجال الرياضي مصطفى وعيل أهلا بك على سلامتك الله يسلمك شكرا على استضافة شكرا جزيلا لك في صدق منطلع أيضا هو مدرب ومدرب حراس حرص دولي لعبة لعديد النوادي وأيضا من بين الذين يمنون النفس طبعا بمنصب في المنتخبات الوطنية بما أنه وضع السيرة الداتية بقى أو بدأ متشائما في الكواليس ولكن قلت له كن متفائلا في الدل أن المديرية الفنية تقول بأنها ستعتمد على الكفاءات وستاخد بعيد الاعتبار التجربة وخبرة من وضع السيرة الداتية كلائب طبعا في المستطيل الأخضر في صدق منطلع أهلا بك شكرا لك شكرا كابتن على هذه الاستضافة وإن شاء الله وشارك تقول إن شاء الله يكون في الصواب إن شاء الله وأنا جيد مسرور مع مصطفى وريدا وأتمنى وكل خير لجمهورتنا شكرا جزيلا لك أفيصر بنطلع مصطفى وعلى رضا مطلع طبعا نبدأ باجتماع المكتب الفيدرالي مصطفى وعلى الذي سيكون أمام محاك حقيقي أول محاك هو ماذا؟ هو اختيار مدربي الفئات الشبانية في ضل وضع 183 اللي لم تكن الدكرة يا جلل يعيش سيرة داتية من طرف المدربين أو اللائبين السابقين هذا نقول لك أول اختبار لمصطفى بسكري وأول اختبار لزاهر جلول في اختيار الكفاءات نتمنى الاختيار أن يكون اختيار دقيق ومدقق ما تكون فيه للولاء ولا النفوذ ولا الهاتف فرن دير هذا وحط هذا ونحي هذا نتمنى الأمر إن شاء الله تتنحى نهائيا في الجزائر الجديدة عدم يؤكده في كل مرة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والتزامة لابد أن تأخذ بالاعتبار حتى في المجال الرياضي وحتى أنتم كمسؤولين في مجال كرة القادمة مصطفى واحد كما نعرف مصطفى بسكرين نعرفه منذ زمان طويل منهار بدافر في المهنة هذه مانضنش مصطفى بسكرين مانضنش إنسان اللي تعيط له في تليفون تقول له نحي هذا دير هذا ومانضنش إنسان يعني قدر يضغط عليه ولا ناس يستعملوا النفوذ باش يجوزوا ملفات تاع أحبابهم ولا أصحابهم ولا نظن إنسان راح يفترانشي انسان مصطفى مالحاجة نتبدأ مصطفى نعم سيلا ترانسپارنس في اختيار أسماء المدربين قال على خيرنا فلان يملك كده وكده وكده واللي دفعوا لا يملكون كده وكده طبعا عن الشروط المطلوبة تحدث كمان يديزويت نفس شي وفي الأيفان نفس شي وكده الدولي شوف هو يعني باش نتفهمه مليح الكلام بعد ما يكون فيه اختيار الكلام راح يكون أكيد بسكو إذا كان فيه 183 على حسن ما أظن واش قلت أنت ملف تتحطت سيرة داتية وهو يسحق ربما ربعة أو خمسة أو لا راح يكون مئة وسبعين مئة وسبعة وسبعين يعني ملف ما تقبلاش الهدراء راح تكون تكون لكن أنا قانع أنا قانع جي لا بروفون كمصطفى بسكري يلو ترانشي أنسنا مي كونسيونس والناس اللي راح يديهم ربما راح يديناس ربما أنا ما نديهمش صح أنسنا مي كونسيونس أنا قانع بلي يلو ترانشي وهذا الأمر طبعا المعهود والمعروف طبعا على مصطفى بسكري طبعا ككفاءة جزائرية فرصة لهذا الشخص ولهذا الرجل ولهذه الكفاءة أن ترد الاعتبار لكفاءات أقول هم مشت كأن المدربين تفنتوهم كيلائبين سابقين من يكون الشهادات تفنتوهم خلاص نحيتوهم نهائيا من مجال كرة القدم وخلاص أقول لهم تماما لما كان لكم طبعا في هذه المنظومة كيف ترى الخيارات واختيارات مدربين فئة شبانية رضا ما تكون صراحة شوف كمال ما قبل نتكلم عن الاختيارات المدرية الفنية نتكلم عن اللعبين نتكلم عن تكوين اللعبين في الفرق نتكلم عن النتيجة اللي راحين يجيبوها نتكلم على فهمتني كيفية الاختيار لعبين لأن تجيب مدرب وما يكونوش عندك لعبين يعني متكونين كما ينبغي مثال البدني أو التاكتيكي أو فهمتني وش راح تدير جيب اللي مير فورماتور أمونت ماكش راح تدير نتيج وماكش راح تكسب الأمور هذي هذا الهذا 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 راهو في الفرق كمل الفرق كمل مرة واحنا نقولها مهمشين مهمشين ليس قاضية إختيار المدربين لا ماش قاضية أني نشوف فيها ماش قاضية لاختيار المدربين تختار أي مدرب راح تكون النتائج أنا نقول هيك منبخ عكسية سلبية سلبية وعكسية لأن أغلطنا في التكوين لأن هذه اللعبين هذو اللي رأنا نختارهم كيفاش رأنا نختارهم سمحني رأنا نجيبه من جزيريين مكونين من الخارج رأنا نجيبه من البطولة تعنا وهل تدري كمال في البطولة تعنا في الفئات الصغرى هناك مناجرة اللي خيروا اللعبين باش يكونوا ضمن تشكيلة في الفرق كين دي مالاجير اللي يسلكوا على الأولياء اللعبين كين دي مالاجير اللي يخدموا مع المدربين هذي نتكلموا في الفئات الصغرى هذو الشي الخطير اللي رأوا يسرع في بطل مصطفى ماشي كون نقاش وروح في سبط رأم اسمعنا محلي دقيقة وحده موافق تماما ماشي يقول ريدا مالك ريدا ماتان كين حاجة وحده أخرى حيوها ريدا مالك رأي السبق بصارو حار من أمني ماشي ناسيونالدي أخوة العزيز باب الويسدان اسمح لي حبيت نقول لك آري دام مالك تأسير بي آري دام الحيوها 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 الحيو من زوجة رأي السبق علي مالك باب علي مالك الحيوها باب علي مالك تحيي بصاك حرمنا من المباراة القسم الثاني هذا أمر غير مرفوض أمر مرفوض وغير معقول في قسم الثاني ما شاهدوش مباراة في القمة كيما اليوم كان المباراة الصور معت لغمة كانت الخروب مع النبا حبيت نتكلم عن الموضوع داف أنا جاي بين قوسين برك الرابطة هذي دارت دعوة الوسم اللي شان تليفيزون اللي حبي شري واحد مشراء واحد مشراء معلش مدربين 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 تعال فئة الصغراء ماشي ننبورتكي أرواح تدرب المدربين تعال فئة الصغراء لي درب لي درب لي تراز هو مربي أولا مربي لكن عنده عنده الوسم لتعالف الوسم يجب أن تضع مدربين كما بالإعجاب البوينغ 737-800 لا تستطيع تسوق الـ A320 الـ A320 يجب أن تقرأ لتدرب لأنه تحكم تفل 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 انت لا تفضل لأنه تتعالف 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 18 19 فيصل بنطلع أنت كإسقاط كنمودج تفات سيرة الداتية بدأ حسيتك متشائم في الكواليس رغم أن مصطفى وعلي يتحدث عن شخص هو تعرض للتهميش وشخص هو كفاءة ونزكي على الله أحدا ولما يختص ننتقد هذه المديرية ولننقش في قولي الحق لهما تلعيم ولكن لا ننتقد الشخص كشخص طبعا محترم هو طبعا ظاهر جلول هارك مأمن أنه لما ضغط السيرة الداتية بأنه سيتم أخذ كل ملفات يعني بيع الاعتبار حسب مستوى كل مدرب نأتمنى وش كون إن شاء الله تكون الكفاءة هي اللي تدي المنصب متشائم ولكن ألم تشائم ألم تشائم قول ألم تشائم سيستام يقول هكذا وش من السيستام فهمونا هذا السيستام لا أريد أن نضر الناس بالكلام ولكن الكوارة القادمة الجزائرية هي هكذا لأي تقول نحن نتمنى نحن نتمنى لديك مصادر تقول بالليغة غير موجود اسمك مثلا يعني مربع لكل حال 90% أنا المعلومات شوف أنا المعلومات اللي عندي يقول لك الأسماء حتى تكون شفافية والله الترانسبرانس هذا اللذين نتمنى في الاختيار وفي عدم الاختيار انتك يدفعت جاتك أصداب الانتاغل موجود مع مؤهلات الحمد لله أنا كما يقول لك خدمت في عدة اندية كبيرة سواء هنا في الجزائر ولا في الخارج و باش تكون باش نوضح الصورة باش تكون مدرب في المنتخبات لازم تكون عندك كفاءة ولازم تكون عندك خبرة في الميدان نحن نتمنى ونشوف أسماء كبيرة كمدرب حراس أو مدرب كمدرب حراس فات ولكن شورة تتوفر فيك مثلا نورمال مو أنا كحارس سابق عندي حوالي عشرين سنة وانا خدمت في الإمارات وفي الجزائر وخدمت في 2008 في المنتخب بأقل من 18 سنة الحمد لله خرجت عدة حراس هنا أول مرة نتكلم عن هذا الكلام وانا منحبش نتكلم على نفسي كم يقول لك شهادة لله خرجنا حراس وين اشتغلنا يعني حطيت البصمة الحراس مثلا مثال واضح في اتحاد البليد سيتيان جون جوار ليتيم في بليد نفس الشي شبي تصور مثال شويح في اتحاد الحراش نفس الشي كان حرس مرمى ممتاز جدا في شبي بتسكيك دال كيف صعب لم أفهمتني على ركم تشائم وانا يقولون للمصادر لا يتحدى أي شخص اليوم عنده اسم تعمل المتخبات الوطنية لأول مرة قبل 840 ساعة مصطفا لا تخل الاسماء ريدا ما تعم لأول مرة حتى اسم سيكون الاسم الأبرز في تولي أحد العارض الفنية لأحد المتخبات ريدا ما تعم نتمنى هذه المديرة الفنية مليح تأخذ الكفاءة وصعب شهادات الأولياء وخريجي الوست هذا أمر جميع يكون تزوج ما بين الانسين جوار الذين لديهم الدبلوم وخريجي الوست يكون فأي تكون قرن الجزيرة نتمنى في مدربين في تشوباني يكون أن الانسين جوار الذين كان يغزر فيه يعرف بل كان جوار في E10 E18 E10 E20 نتمنى المديرة الفنية تأخذ شيء بالإعتبار بالشاك الكاتيجوري تعليق أنا معك أنا جوار هل صنعوا من هذا جوار كفاءة صحي صنعوا من هل أعطوهم المعلوم معلومات الحديثة كان يضل بالإسم شوف كان تكلم ألا من دولي السابقين داروا عندهم لسانس كفاءة خدموا مصطفى إن يضل كيف يكون ميتال يقتدى به وعنده شهادات كيف قال كفاءة كيف شن دارت كف ب كيف شن دارت كف س لا الكرة طورت يا مصطفى الكرة أصبحت أرقام أصبحت داتا أصبحت فن نحن أرى في 2023 صح قراءة ما سامحني بارك نعطي كلمة أنا نفتر نتكلم على هادي الناس هادي هادي جاوزوا البرمية دوغري الدوزيام 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 دوغري ومبعد جات لليسانس كاف هذين سي بي آ دونك سكيف باش يكون عندك لكاف سي يجب يكون عندك الوطر وزيام دوغري تقرأ ثلاث سنين دونك هادي اللعابين كاي يقرأ ودرس هو يقول دوليين عندهم اسماوات مقرأ وشتث سنين يا أخي لا 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 كاي لا لا قرأ سمحني هناك نحن 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 دارت حسب معلومات على فدرس شوفنا كيفاش كان المديرية الفنية ما قبل يخدموا شوفناهم كيفاش يا أخي هذي اللعبين هذو كيفاش حصلوا كان حتى لعبين دولين ما قرأوش نخضروا أنا نلاعب ولكن نتكلموا الحقيقة كان ما قرأوش والدولي ديفلوم شوف احنا نتكلموا بصراحة احنا ما خلقناش من اللعب الدولي مدرب كف كان مدرب يشتاعدوا رضا كان مدرب يشتاعدوا لعبي سبعين دولين اكبار وعنهم شهادات وشهادات في المستوى والله أعطيني واحد ناجح سمحلي كيفاش أعطيني واحد ناجح في البطولة هذه مع هذا ماذا موضوع واحد اخر من يش نتكلموا أعطيني واحد لناجح ماذا ما هذا ويش شوف كمال نتكلموا بصراحة لازم تكون ثورة ثورة في هذه الكرة الجزائرية ونخلي مصطفى فضل مصطفى فضل أنا نضم وش راك تتكلم موضوع واحد اخر كمال را يقول لك جيبوا يونيدول لاعب سابق كبير وعنده شهادات وطاني اسمح لي هذا نديروه في الفريق الوطني الاسئ الاجباء الاجباء الشباء وبله ما حاجم لها حاجم لها كاين كاين سيفري هو هو ريد اخونا كاين اللي راحو وحضروا تروا كور هاك كاين سيفري الوزارة مدرسهم تروا زيان سيفري دولة ماشي كامل ماشي كامل كاين سيفري سيفري كاين اللي راحو يخدمو في نشطوف في البطنة سيفري 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 لا أكمل كلمة هذي هذي عونسيان جوار تروا جوار ما نضمش ما زي ما اشتانه معلش نقولو كاين بسح كاين اللي قرأوا كاين اللي قرأوا سيريزمان وراهم ينشطوا بيخدمو بماشي كامل اللي قدروا يخدمو سيفري طول اللي 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 جنسي بانا طرح لانغلوتار ولا كاين طرح لانغلوتار ولا لإسپان ولا جنسي بانا بويول اللي كان pendant 20 تان كابتان تا بارسلون لانه لاحكم ولا لانه انا لانه كامل كاين دي زيدول ربما لانا نحاول ربما يشوفهم نحاول لانه ممت بالطبع لانه لانه لاعبو في الفريق الوطني عندهم سيريزمان عندهم شروط عفيد و يجوز فيهم هذا لا نحاول لانه نقول شروط أنا يقول المدرب قديم في الصنعة عنده خبرة أخلاق تربية يعطي أكسبرينس هذا اللعابين ويقدر يمد الفائدة اللعابين هادوما لأنه هذا منتخب ما وش أن كلوب أن كلوب نستطيع أن نجوزه لكننا نشاهد في المنتخبات الأوروبية ما وش نعرف هكذا أنه ترينير بكو ديكسبرينس ماتور كبير كبير يعني ماتوريتي عنده يمد الإيجابيات للعابين هادو وانا نظن المنتخب لازم المنتخب بتاعنا لازم له هاد الكفاءة مدربين كيزان بكو ديكسبرينس مانيش نهدر على الانسيين جوال يعني نهدر على مدرب أنا شبت سيتي دو أو تتوى نان كيزان عنده مستوى يقدروا يفيدوا المنتخب مثلا مثلا يعيش مثلا واسا مثلا وسمو عمراني مثلا أسمو حجار كي يدون بكو درزلطات نقدروا سيقبلوا يخدموا في الإيجان بشهرية لا لا يقدروا يحكوا أي انا صحي أنا شكي سأحكوني لليanne كلا مثل إن كلا مثال إوفان تروي자는 يمكن أن تأخذ الكثير من watt لديهم كيزان فيمان encounter يقدروا يعيشون هنا عايشون في الجزائر يعطيك يعطيك كيוב في الجزائر يعترددت لكك العقليات إدرانجية يعرفوه شي خاص في الجزائر نقعد معهم وتتكلم معهم كمستافى صعب الأنتاع إنو أشخاص يدخل القهوة يقسر ويدخل يروح الستاد يروح يشوف لا يقدرش يضغط عليها عباك وش نفهم من خلال كلام ضيوفي هذا العدد وانا جاي كامستافا يا وائل وانا لسته محامي انا قلت لكورت قادم هو عالم متفتح يجونا مدربين اجاني مرحبا بهم ان شاء الله نسفادوا منهم يروفق لهم المستوى لي عندهم شهادات لأولياء لكن الشي اللي راني نشاهدوا من خلال الحيث الصاني نقدمها عباك المدرب الجزائري حقرناه المدرب الجزائري ارجعناه ولا شيء صح المدرب الجزائري ما عنده شهادات المدرب الجزائري حتى تسويخته ما يخدم في بلاده ما قدرنا نسوقوه لبلدان عربية روح القطر كان مدرب جزائري يدرب في السعودية اللهم زكري في الامارات كان مدرب جزائري اللهم انشبه في القسم الثاني اعتقده القسم الأول ليس بالدور المحترف تبنانه طبعا كنت وفيق في البطوات العربية هذا المدرب يا ريضامة تهم يا مصطفى وائل يا فيسر قسمناه هذا المدرب الجزائري رغم اكتنافاتي مع الكثير او البعض او في امور اخرى ولكن خلينا نتكلم على المدرب كمدرب جزائري عنده الفيوكي وعنده الشهادات وعنده المستوى اللي قادر حقرناه اليوم مدرب جزائري كان واحد تانيك يلا بكو ده اكسperience ويخدم مليح كما عبد كريم بيرا اهوه يلمون كالابل تلطان يلمون كالابل تلطان سأعني معاك توتالما سأعني معاك مئة بالمئة عبد كريم بيرا بدأ بالانفورماتيزازيون تعلق الفوتبول في الفينات في الفين ولكن سامحني حاول سؤالي ريدا مدربين اللي اذكرتهم يا اخير الله مليحب ستوا أسماء على بالك هلا تاني يخل لك مقاوزكوا في الأسماء ما نشخرجي سامحني اراهم في البطولة الجزائرية اراهم حكمين اربع وخمس فرق في نفس اللاني وندجموا وندمجوا فهذا المشروع يعني لا رياضي تعكر قدام جزائر سامحني سامحني شوف يا اخي شوف كمان كل موها بصراحة لكم شنو البرنامج في العالم غوارديولا زيدان زادي لا نحضروا نحضروا كيف حاجة غوارديولا 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 حكم لزيدان حكم لزيدان في ميلواصي هذه المدربين كونهم غزادي يحكم لزيس بوار طلعوا هذا التكوين وعندهم مشروع مشروع تعمدرب صحيح مشروع تعمدرب ولو انهم ما جاوبني فيه سؤال يا ريدا روحوا لصفر هنا سامحني كمان احنا المنظومة اللي فاسدا هي اللي خلات اللعب الدولي مهمش ووسار كي اللي تهمشوا لا 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 ليس لأسنو تخلق لليوم ريدا خطأ حتى اللعب سامحني لم تكن لديه فرصة سمحلي يروح سمحلي الله سمحلي ريدا عبتح قوس لم يرسل المنتقب الوطني أنا نعرف لعبين حقرتهم في المنتقب الوطني كانت عندهم مكانة أساسية سواء في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والأول فيها التالتة وحرمتهم في تقامل المنتقب الوطني ولولي مرة و ما يكون، و مباراة! لا تقسموا لهم! مصطفى ويل! لكن يكونوا لهم! في فبال فستتعاموا مباراة! أعطي أن تكون مباراة! لقد أخبرتك على ديزيدول! أخبرتك على ديزيدول! أخبرتك على ديزيدول! آيكونا! أخبرتك على زيدان، كما جزافيه، كما غورديولا كان مشروع لعب! كان مشروع تعلعب ومشروع تعلعب مدرب حكم ليزفطار ونحن لم نعنى هذا المشروع كمال اتحادية الفرنسية تحولي سؤالي ما تجاوبني شريضا المدرب الجزائري ما سوقناه البره ما خليناه يخدم في بلده اليوم المدرب الجزائري رجعناه للمناصر الجزائري مدرب فاشل لا يجيبون زمان إدارة تحب تسكت الناس جيب مدرب أجنبي جيب مدرب محلي يبدأ وقعه كل واحد يدلوه حتى السماصرة حتى المناجر عندكم دلع في هذا حرام نقول ضم ظلمات يوم القيامة حرام رجعتون من المدرب الجزائري ولوشي والله هذا كلام ريدا لست مدافع عنه لكن كلمة تحق يجيبون اقوله كمال كما قال ريدا المنظومة ديجا فاسدة كي تشوف بويسك خرجنا شوية من الجزائر كي تشوف باركزون نعطي مثال برك مدربة عرسيونال اليوم لو كان جاهدك المدرب في الجزائر العام اللي فات كما قال واحد ولا ما يلحق بالدلع قبل ما يلحق بالدلع يكونوا نحاوه جيوينتوس جيوينتوس ليفيربول حنا كي تشوف مدرب جون سيبانا في رقف الجزائر هنا أنا نعرف مدرب وقيله قبل من المباراة الأولى تعال بوطولة قبل من المباراة الأولى خسر مبارتين في ديماتشاميكو في المنظومة قبل ما يبدأ الشمبيونة و هذا كنا نتكلم عنه و هذا كنا نتكلم عنه و إنسان مدربين شفالونا من نهار تنحا قبل ما يبدأ الشمبيونة ساعي دائما و هل سانتكلم عنه يجيب عنه و هل سانتكلم عنه يجيب عنه يجيب عنه لأنه كنت أخبرنا انه طيب ما يستطع لقد كانت رسالة لقد كانت نعج�� لا يوجد مناجر لا يوجد مناجر لا يوجد مناجر لا يوجد مناجر مكتوب بالله ما أريد أن أقول لك؟ صحيح أخدمت في الإمارات وعودت إلى الجزائر هل الظرف كأسمح لي؟ الظرف هائلي؟ أم عنده الجزائري في الإمارات؟ أو في قطر؟ أو في السعودية؟ أو في تونس؟ أو في مصر؟ ليس بالمدرب المطلوب؟ خطأنا كأيلام بالتونسي لا يوجد المدرب الجزائري لا يوجد المدرب الجزائري لا يوجد المدرب الجزائري أنا أخدمت في الخليج في الإمارات فريق الأول فريق واحد لا يوجد عينك زروقة أنا أظن الحمد لله جيد لك خدمت أمك وساعدت ميتسان كيني جوار روسي جاء تكلمت عليه وأنا أخدمت الحمد لله أخدم في هذاك النادي ومعروف هنا المدرب ياسين ما زالوا لتمك؟ أخو ياسين ما زالوا لتمك مدة 35 أو 37 أو 37 سحنا أمك مشكلة لك الجزائريين لا لا دعني أقول لك وشت المجالات شوف شوف المجال الإعلامي في المجال الرياضي شوف شوف المجال نحن لدينا المجال لا يوجد أن أخدروا إلينا أفضل هناك مجال هناك مجال هناك مجال هناك مجال هناك مجال هناك مجال لا نحب نحب أن نكون أحسن في الإعلام، أنا أحسن في التدريب، أنا أحسن في الغناء، أنا أحسن في التمتيد. مشكلة أنا التي ربما لها وعليها. في الجزء الثالث أو الثاني سنة توقف دائماً الحديث عن هذا الموضوع، والحديث عن الفئات الشبانية، انتلاق البطولة في 29 نوفمبر. كيف تجعلني لاسات أو رسقي رمان أو موراة صلاتلي يخيروا لائبين في الأندية؟ لكن كنت تكلمت عن هذا الموضوع في العدد الفارت، وتكلمت عن حارس في الاتحاد العاصمة وبؤلام. معزوز، لو تذكرني يا جلل يا إيش، قلت لا يلعب، ولكن المصادر التي جاءت لي قال حمزة وبؤلام قالوا لي حارس أساسي في راضي في الاتحاد العاصمة حتى نلضم هذا الحارس، ونحن تكلمنا الأسماء التي استدعوهم ملد علي ولا يلعبهم. وكنا نلوف الفئة الشبانية على ما كنت تصدقوا لائبين من كل فارغ كما كان زمان، ولكن عندما تكلمت مع الناس على الاختصاص، قال لك بطولة تدالي في نوفمبر، كيف أش هتخير لائبين؟ كيف أش هتجيب لعب مصطيف، ولعب من الحراش، ولعب من عنابة، ولعب من البشار، ولعب من التندوف، ولعب من رقلاء، ولعب من غيريزان، ولعب من شلف؟ يعني من الصعب، كل هذا سنفصل فيه في الجزء الثاني، بقوا معنا لا تدعبوا بعيداً. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر